موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال في ضحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي راملة وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية قالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد البالغ من العمر 23 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم الجلزون وأضافت أن القوات الصهيونية احتجزت جثمان الشاب لساعات أكد زعيم وطيار الصدري مقتدى الصدر السبت رفضه مشاركة أي من التابعين للطيار الصدري بالحكومة التي يرأسها محمد شيعة السوداني وقال الوزير القائد صالح محمد العراقي في تغريدة نقلا عن الصدر أن الطيار الصدري يشدد رفضه القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من مناظليه ممن كانوا أو هم في الحكومة السابقة أو في الحالية سواء من داخل العراق أو خارجه وأضاف أن مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية يسود فيها العدل والقانون قد تم إفشالها قدم الممثل والدائم للجزائل لدى الأمم المتحدة السفير النذير العربوي أمام أعضاء اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار للأمم المتحدة عرضا لأهم الركائز القانونية والتاريخية التي تقوم عليها القضية الصحراوية الدبلوماسي والجزائري قدم حججا ودلائل تدحظ مزاعم الاحتلال المغربي حول النزاع في الصحراء الغربية بالحجج والبراهين ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العربوي يدحظ روايات الاحتلال المغربي حول حقيقة النزاع في الصحراء الغربية ويستعرض المسار التاريخي الطبيعي للقضية أمام أعضاء اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة العربوي عرج في معرض كلامه عن أهم الركائز القانونية التي تنصف الشعب الصحراوي وتؤكد على حتمية السماح له بتقرير مصيره بعيدا عن كل مقتلح يصب خارج اللوائح الأممية ويهدد أسس الشرعية الدولية بخصوص محاولة اقتراح الحكم الذاتي كحل وحيد فإنه يشكل سابقا خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن منح أي مصدقية لهذا المقترح سيعني وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة إضفاء شرعية لإحتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة أبدى استغرابه من محاولات يائسة للاحتلال المغربية لتغليط الرأي العام الدولي وصرف الأنظار عن طبيعة النزاع الحقيقية المرتبطة بتصفية الاستعمار قد دأب الموفد المغربي على سر جملة من الإدعاءات من أجل تضليل المجموعة الدولية وذلك أولا عبر اختزال قضية الصحراء الغربية في مجرد خلاف جهوي مفتعل الهدف من ذلك صرف الأنظار عن طبيعة وحقيقة النزاع هذا الإدعاء يدعو حقيقة إلى الاستغراب إذا سلمنا جدلا بهذا المنطق فإن كل الدول التي سالدت في الماضي الكفاح ضد نظام الأربارتايد في جنوب أفريقيا وقضايا تصفية الاستعمار إن كان في بيليز أو تيمور الشرقية أو حتى فلسطين وغيرها من القضايا العادلة تعتبر آنذاك طرفا في هذه النزاعات الدبلوماسي الجزائري اختتم كلامه بالتأكيد على أن استئناف المفاوضات الجدية المباشرة بين جبات البوليزاري والمملكة المغربية دون أي شروط مسبقة يبقى السبيل الواحد من أجل حل عادل ودائم يمر عبر استفتاء حر ونزيه يضمن للشعب الصحراء الغربي حقه في تقرير مصيره نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحروي هجمات مركزة استهدفت جحورة وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع محبس مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وفق ما أفاد بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية وأوضح البيان الذي أوردته وكالة والأنباء الصحراوية أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال المغربي بمناطق العرية أعكد أركان كويرة وولد بلال بقطع المحبس وتتوالى هجماته جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوة الاحتلال المغربي التي يتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي تسببت رسالة مغربية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في ردود فعل غاضبة في إسبانيا لتضمنها عدم الاعتراف بسيادة مادريد على سبتة وامليلية واقعة تبين قرب انهيار التحالف المشبوه بين إسبانيا والمغرب العلاقات المغربية الإسبانية تعود إلى نقطة الصفر بعد أسابيع من تواطئ مادريد والرباط على التنصل من دم مهاجرين كما كادوا من قبل للشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير مصيره أزمة مغربية إسبانية متصاعدة سببها رسالة مغربية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي نفت من خلالها المملكة العلوية وجود حدود برية بينها وبين إسبانيا في ردها على جريمة استخدام العنف المفرط المؤدي إلى القتل ضد رعايا أفارقة في مجزرة مليلية شهر جوان الماضي الرسالة المغربية جاء في مضمونها أن سبتة وامليلية ثغران محتلان ما أثار حفيظة الرأي العام الإسباني ليخلج رئيس حكومة مادريد بيدرو سانشيز في البرلمان ليؤكد أن سبتة وامليلية إسبانيتان واصفا موقف الرباط بالخاطئ وهو الذي أيد في السابع أفريل الماضي احتلال المغرب للصحراء الغربية تصدع العلاقات بين النظام المغربي وسانشيز يفضح زيف مجملة رئيس الحكومة الإسبانية لحرس الحدود المغاربة زاعما بأنهم تعاملوا بإنسانية مع المهاجرين في مأساة مليلية الأزمة المستجدة تبين أن إسبانيا سانشيز لا تقدر خياراتها الخارجية بحسب مراقبين وهو ما يفسر إبرام رئيس الحكومة الإسبانية صفقة مشبوهة مع المخزن دون مقابل والنتيجة خسارة رصيد وافتعال أزمات دبلوماسية مع شركاء إقليميين في أخبارنا الأخرى قال الرئيس والتونسي قيس السعيد إن التونسيين سيصنعون جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار ولكن أيضا من عملاء الخارج وشدد خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الجلاء بمحافظة بنزر شمال تونس شدد على أن جلاء جديدا سيحصل في تونس حتى تتخلص من كل من يريد ضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا على حد تعبيره دعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقال في السودان الجمعة إلى تحقيق التوافق الكامل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان مؤكدا عدم تراجع الجيش عن التزاماته بحماية البلاد وتجنيبها الانزلاق إلى الفوضى وشدد البرهان في تصريحات على أنه لن يتم السماح لفئة أو حزب بالسيطرة على السودان عن طريق الإنقلابات أو غيرها متهما جهات لم يسمها بأنها تسعى لاستهداف القوات المسلحة من أجل الكسب السياسي واجهت مسيرة الانتقال في السودان تحديات وتعقيدات كثيرة إلا أن المؤشرات الآن أضحت أكثر إيجابية وتدعو للتفاول وتبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة معظم القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام كل ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استغلار الفترة الانتقالية وتمكن الجميع من تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية من جانبنا نؤكد على مواقفنا الثابتة التي أعلنناها والتي تقضي بانسحاب خروج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي أعلن الرئيس والتركي رجب طيب أردوغان العثور على جثة آخر عامل كان مفقودا بعد الانفجار الذي وقع في منجم أمصر للفحم شمال تركيا ليرتفع عدد ضحايا فجار الغاز لـ 41 قتيلا أردوغان أكد أن سلطات أعطت الأولوية للعثور على عمال المنجم في الدهليز وقد تم في الأخير الوصول إلى الأخير من بينهم وبذلك تنتهي عملية الإنقاذ التي استمرت أكثر من 20 ساعة أعلنت وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتان الجمعة أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان إن المساعدة تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء الأوكرانيا من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي أليكسوندر جروشكو إن حلف النيتو فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لبلاده وفق قوله لا تبخل العواصم الغربية بتقديم الدعم لكييف فكلما طال أمد الحرب فتحت الخزائن لتدفق المزيد من المال والأسلحة الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار وزير الخارجي أنتوني بلينكين قال إن الحزمة الجديدة تأتي لمساعدة الأوكرانيين في حماية بلدهم عقب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا ووفقا لبلينكين فإن هذه المساعدات تشمل أسلحة وذخيرة ومعدات إضافية البينتاجون من جانبه أوضح أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الضخائر لمنظومة راجمات الصواريخ هاي مارس دفعة ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أزيد من 18 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وبينما الحال كذلك تواصل موسكو في المقابل تحذيرها من تدخل عسكري مباشر لحلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا ذاك سيناريو إن حدث فسيكون ضربا من الجنون بحسب الرئيس الروسي دخول أي قوات في تماث مباشر ومواجهة مباشرة مع الجيش الروسي سيكون بمثابة خطوة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى كارثة عالمية وأمل أن يكون لدى من يتحدث عن ذلك ما يكفي من العقل والحكمة كي لا يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات تؤكد موسكو أن الناتو هزم في أوكرانيا وبحسب نائب وزير الخارجي الروسي أليكساندر غروشكو فإن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لبلاده المسؤول الروسي ذكر بتحذير موسكو على مدى سنوات من مغبة دخول جورجيا وأوكرانيا للحلف وما سينجم عنه من عواقب قد تطال قاعدة الأمن الأوروبي التوتر بين روسيا والغرب يبلغ أعلى مستوياته على وقع العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية والمستمراء منذ أشهر تتواصل فعاليات الطبعة السابعة عشرة لمهرجان السينما في الصحراء بمشاركة دولية واسعة المهرجان يعتبر بوابة للتعريف بالقضية الصحراوية في مختلف بلدان عالم هذه هي الطبعة التي تشهد مشاركة مكتفة من نجوم السينما تمثل فرصة لنشاطاء حقوقيين من جنسية مختلفة للوقوف على معاناة الشعب الصحراوي ومحاولة لإيجاد حلول لتحسين ظروف المعيشة هذا المهرجان هو خطوة كبيرة جداً لنشط القضية الصحراوية عبر بقاع العالم وإصال كلمة الشعب الصحراوي بالفن السابع الذي كان الشعب الصحراوي لا يعرفه جيداً ولكن خلال هذه المسيرة الكبيرة 17 سنة من كفاح ومن نضال في المصار توصلنا على أن الفن السابع يرافع عن القضايا العادلة يرافع عن القضايا يوصل اهتمامات الشعوب وإشكالياتهم وما يتعرض له من مآسي ومن صعوبات إلى آخرهم انتهت المشرة شكراً لكم تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة